يتبع الكثيرون حميات غدائية متعددة لكن لا يحصلون على النتائج المرضية دائما هذا يسبب لهم إحباطا وإزعاجا كبيرا قد يؤدي إلى ازدياد أوزانهم أو بقاءها على حالها ولعل ذلك يعود لعدة أسباب وأخطاء صغيرة يرتكبونها دون إدراكهم لنتائجها التي تعيق خسارة الوزن ما هي هذه الأسباب وما هي أسرار الرجيم الناجح أيها المزيد تنظم إلينا من جدة خبيرة التغذية ميسون النوري يعني ميسون صباح الخير ويمكن فيه إزعاج فعلا وإحباط بشكل كبير جدا بما أنه فيه ناس كثيرين بتتبع حمية غذائية وبيغيروا يعني زي ما عادل قال كل أسبوعين بياخدوا حمية غذائية ويحاولوا عشان ما يزهقوش وبالتالي بيقولك بينقص الوزن على غير العادة هل فعلا هناك أسباب أو أخطاء معينة قد نرتكبها قد تسبب عدم نزول الوزن أول شي صباح النور صباح الصحة والنشاط لكم ولكل متابعين قناة العربية طبعا أكيد فيه أسباب كثيرة وحتى أسباب مرة بسيطة جدا بس مو كل الناس وعيت لها أو منتبهت لها فلهذا السبب يعني ما يكونوا عارفين ليش أو ظننا ما بتنزل رغم أنهم يكونوا ماشيين على حمية قاسية أو نظام غذائي صارم وهذا واحد من الأسباب يعني لما نقلل سعراتنا مرة للأقل من احتياج جسمنا جسمنا يبدأ يحبس السعرات وينزل يخفض معدل الحرق أو الأيد أو المتعب لأقل شيء عشان يدخل في أو البقاء فيثير الحرق عندنا مرة بطيء وهذا من أكبر الأسباب وأكثر الأشياء التي أواجهها أنا لما نكون بنحاول نقلع الأشخاص الذين يحاولون ينزل الوزن أنه ما ينفع تحرم نفسك تماما من الأكل في حد معين من السعرات يحتاجوا جسمك عشان تفضل الوظائف الحيوية شغالة يفضل معدل الحرق عندك ممتاز تفضل حتى صحتك النفسية كويسة كمان في عندنا شرب الماء شرب الماء شيء أساسي جدا لأنه يدخل في عمليات تفكيك الدهون وامتصاص المغذيات الموجودة في الأكل فلما الأشخاص يقل شرب الماء عن المعدل الطبيعي اللي يحتاجوا جسمهم بالذات في المناطق الحارة أو مثلا مع ممارسة النشاط الرياضي أو مثلا طوال اليوم يشربوا الأشياء المدرة للبول وما يعوضوها بماء هذا كمان يأثر على نزول الوزن قلة الحركة كمان تأثر على نزول الوزن يعني في أشخاص يروحوا ساعة في اليوم الجم وباقي اليوم ما يتحركوا طبعا هذا أبدا يؤثر على عملية نزول الوزن كلها لأن الجسم مستمر في الحرق طول اليوم فنحتاج طول وقت نستخلك الطاقة عشان نزيد من معدل الحرق عشان في الآخر نخسر من دهون جسمنا أو من وزننا تفضل جيد ميسون خليني أسألك بأن اليوم كل واحد يقول عندي والله هذا الرجيم هو الرجيم اللي راح ينزلك الوزن المثالي وينزلك ستة خمسة كيلو بالأسبوع عشرة كيلو بالشهر هل هذا الأمر صحيح أولا ثانيا أنه يعني أي رجيم إذا بدأنا لازم يأخذ فترة وننهي ولا أنه لا خلاص أسبوعين ثلاثة أو لازم نغير والله مرة شكرا على هذا السؤال يعني هذه من النقاط اللي أنا بحاول أزرعها دحين في مجتمعنا أنه مو المفروض الواحد يتبع حمية أو نظام ما يتماشى مع حياته لأنه بعد فترة ما حتقدر تستمر فيها حترجع مرة تانية لحياتك اللي كنت بتعمله من أول فحيرجع مرة تانية زيادة الوزن ونفس المشكلة اللي كنت بتواجهها فالحل أنه إحنا نبدأ ندخل عادات غدائية سليمة كويسة تساعدنا على أنه إحنا نفقد الوزن الزائد ونستمر فيها علشان نفضل كمان الاستمرارية دي تساعدنا على أنه نحافظ على وزننا الفترة أطول طبعا الحميات القاسية والحميات العشوائية هذه تأثر مو بس على نزول الوزن تأثر على نظارة البشرة على الصحة النفسية على الشعر على حتى طاقتنا فدائما أنا ضد الحميات العشوائية لأنها غير آثارها الحالية تعطينا آثار سلبية لقدام يعني لستة شهور يصير فيه تساقط في الشعر يصير فيه إحساس بالاكتئاب يصير فيه خمول يلخبط لنا حتى الأوقات الراحة حقاتنا تكون صعبة لأنه جسمنا ما عنده كفاية سعرات حتى أنه هو يسوي بريلاكس أو أنه يكون مرتاح فتأثر علينا طبعا كمان ساعات النوم بما أني ذكاة النوم ايوة تفضلي كملي دي نقطة كمان ساعات النوم مرة مهمة جدا أيوة لأنه النوم الإنسان عندما يأخذ ساعات نوم كافية يتأثر فيه عندنا هرمونين في الجسم هرمون الليبتن والغريلن هم اللي مسؤولين عن الإحساس بالجوع والشبع فهذه الهرمونين إذا ما تتنظم إلا لما يكون النوم عندنا منظم طبعا فيه هرمونات تانية متصلة معها كوان بس هذه أهم هرمونين فغالبا الأشخاص اللي يسهروا تلاقيهم يتجهوا على أكل الحلويات يحاولوا يعني دايما يكون فيه زيادة إحساس بالجوع بالليل لأنه ما نعم نوم كفاية بس هو موجوع هو يعني هو بس تعويض عن النوم أيوه فإذا إحنا كنا بننام أقل شيء من سبعة لثمانية ساعات في اليوم هذه الهرمونات تتنظم في الجسم فيصير عندنا يعني نكون مور سنساتف ليها نحس أنه أنا لما أكون متى عندي إحساس بالجوع يحتاج أني أكل ومتى أنا أكتفيت من الوجبة اللي أنا بأكلها وأوقف عن الأكل طيب ميسوني يمكن فيه ناس تقولك أنا شكلي خاسس ونازل وزني ولكن لما بس أقف على الميزان مش نازل وزني فإيه السبب أنه ممكن يحصل حاجة زي كده يا صحيح أنا دايما دايما أقول لهم اعتمدوا على القياسات على المتر لأنه إحنا ممكن نخسر الدهون بس ونزيد عضل فيكون وزننا يفضل زي ما هو على الميزان بس الشكل يتغير الشكل يكون أفضل الجسم يكون مرتب أكتر نسبة العضل تكون زادت زادت من الرياضة أو من الأكل الملابس تغير وهو غالبا إذا أنت بتخسري دهون وبتزيدي عضل لازم تكوني بتعملي تمارين مقاومة يعني باتباع الحمية فقط أو أنه أنتبع على الأكل ما هيزيد نسبة العضل بس هتخسري دهون والدهون غالبا يكون وزنها في الميزان أقل من العضل العضل تاخد وزن أعلى فأنت ممكن تكوني بتتمرني وبتتبعي بتنتبهي على أكلك أو مركزة مع أكلك فيصير شكل جسمك يتغير بس وزنك ما يتغير لكن لو أخذت القياسات بالمتر يعني قياسات معينة إحنا نعملها في الجسم تبين قد إيش أنت فرق معاكي شكل جسمك أو تقسيمة حتى توزيعة الدهون في الجسم طيب شكرا جزيلا ميسون نوري خبيرة التغذية من جدا يعطيك العافية شكرا جزيلا 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 شكرا جزيلا